اشتركوا في القناة عن اعتزازه وسعادته بتحقيق هذه النتيجة مع استئناف المنافسات في الموسم الجديد ورفع علم مملكة البحرين في هذه السباقات والمنافسات الرياضية الدولية الكبرى مشيدا سموه بأداء السائقين لوجي وكين الذين برهنا عن خبرتهما وتمكنهما مجددا ليطبطا موقعهما في هذه البطولة هذا وحصل اثنائي ايان لوجي وفلكين على المركز الثاني في السباق الافتتاح للموسم كما حصل على المركز الثالث في السباق الثاني الذي كان مليئا بالاحداث والتحديات وبالنسبة للمتسابقين كيفين تيسي وماكسيماليان جوتس قال سموه ان الحظ لم يحالفهما بسبب ما تعرض له في مضمار السباق خاصة مع تأثير سيارات السلامة والمحاذير التي قللت من فرص تقدمهما وكدسموه قدرتهما على التصدر مجددا في مضمار سيلفرستون ويوجه فريق توسيز تركيزه حاليا على اول مشاركة اوروبية له في فانتك جي تي تشالنج يوروب والتي تقام في حلبة بول ريكارد في وقت لاحق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر